طيب المهندس عدل أشار لنقطة خدوا بالكوا دي قضية كبيرة جدا فيما يخص المنتخب الأولمبي ودي مسألة يعني احنا كأننا فجأة اكتشفنا أنه منتخب مصر تأهل للأولمبيات وفجأة اكتشفنا أنه الدورة حيستمر لغاية بعد منتصف أغسطس فبالتالي في تعارض حقيقي بين المشاركة الأولمبية وبين الدورة جهاز الفني للمنتخب الأولمبي ما قدرش يستدعي أي حد من اللعيبة المحترفين في الخارج للأولمبيات ممكن نقفين اللحظة لأن الأولمبيات مش في الأجندة الدولية ما فيش نادي ملزم يد المنتخب الأولمبي لعبته بما فيها لعبة المنتخب الأولمبي يعني حتى اللعيبة اللي تحت الثلاثة وعشرين ممكن الأندية تمتانة ومصطفى محمد قبل كده ما عرفوش يجبوه نفس الحكاية فهي وكتير من أنديت العالم ما بتديش المنتخبات الأولمبية لعبتها حتى اللي تحت السن الثلاثة وعشرين طيب نقف برضو لحظة يبقى أنت الأندية مش ملزمة تدي لعبتها في الدورة الأوروبية اتنين الأندية الأوروبية عشان ما هيش ملزمة ما بتديكش اللعيبة دي ولا أحد يتحدث عن أن ده بيدر مصالح المنتخب القوم طيب وكأن الأندية المحلية بتلعب مسابقات لقي مثلا يعني هنا النقطة أنت اللي حاطت نفسك في هذا المستوى من المقارنة أنا الدورة بتاعها مش مهمة ألعبه بأي حد طيب عندنا مشكلتين المشكلة الأولى المحترفين في الخارج خلاص مش هيعرف ميكالي يجيب حد من المحترفين عشان يختار التلاتة اللي فوق السن الأولمبي فحيجيبهم من الداخل الداخل فيه مشكلتين أنت اعتبرت أن المشاركة الأولمبية ما هيش ذات جدوى حقيقية بدليل أن أنت قلت الدور يستمر طيب الدور يستمر والمشاركة الأولمبية دي موقفها إيه؟ لعبة المنتخب اللي هم بتروح طيب ماذا لو نادي امتنع أنه يديك لعبته على سبيل المثال بيرامز عنده إبراهيم عادل ومحمود صابر اتنين مؤثرين واتنين في السن الأولمبي من العناصر الأساسية اللي ميكالي بيعتمد عليهم ماذا لو بيرامز زي ما أنا سمعت مش هيدهم له خدوا بالكم الخناء هتشتغل على أنه ميكالي عين وزيغة ورايح لإمام عشور ومحمد عبد منعي دول فوق السن الأولمبي طب فهو عنده الحق ياخد حمزة علاء من الأهلي وياخد كريم الدبيس وياخد أحمد نبيل كوك التلاتة دول تحت التلاتة وعشرين فدول قوام المنتخب الأولمبي زيهم زي إبراهيم عادل وزي محمود صابر وزي بقيت حمص المنتخب الأولمبي ماذا أنت بتقول بيرامد ميالي أنه هو يحتفظ بيهم يحتفظ بيهم طب لو قاله أنا هحتفظ بالعيو طيب هل اتحاد الكرة دلوقت يملك رقم واحد يفرض أنه لعيبة المنتخب الأولمبي اللي هم تحت سن التلاتة وعشرين يروح المنتخب الأولمبي سواء من الأهل من بيرامز من الزمالك يروحوا لكن لو سمحت النادي واحد أنه يستبقي لعيب في السن الأولمبي أنت فتحت فتحة البقية الأندية لأنك كده مش فير المعيار الواحد طبقه على الجميع هتاخد من الأهل أحمد نبيل كوكا وهتاخد حمزة وهتاخد كريم الدبيس يبقى هتاخد من بيرامز إبراهيم عادل ومحمود صابر وهتاخد من بقية الأندية بقية لعبتها الأولمبيين في السن الأولمبي إذا فرضت هذا الاختيار بعدالة محدش هيرجعك في حاجة تعال بص بقى على التلاتة اللي بعد كده أنت عايز تاخد حرس مرمى ويقال أنه عايز واحد من حراس الأهلي يا الشناو يا شبير خد بالك أنه أنت عندك كمان حمزة علاء من الأهلي أصلا في السن الأولمبي يبقى لو اتنين حراس من الأهلي في مشكلة في حراسة مرمى الأهلي في الدورة هتقول لي هو الأهلي عنده مبارات مهمة أقولك الدورة هيتحسم في الفترة بتاعة المنتخب الأولمبي لأنه من يوم عشر سبعة سفر المنتخب الأولمبي خمس مطشات مهمة للأهلي بينهم مطشين لبيرامز يعني المنافس المباشر على البطولة بيرامز مع الأهلي مباراتين في خلال الأسبوع بتاع سفر المنتخب الأولمبي والمصر مطش وفيوتشار مطش تقريبا فانت الخمس مطشات دول مؤثرين جدا الأهلي هيتطلب منه انت واخد منه تلاتة فوق السن الأولمبي هتاخد منه تلاتة كمان فوق السن إمام عشور ومحمد عبد منعم وحارس مرمى من المؤكد أنه مارسون كولر أو أي مدرب مش هيوافق إزاي عندي خمس ست مطشات يحسموا الدوري ومطلوب مني أفرط في ست لعيبة مرة واحدة وهو ستة مهمية طبعا لأنك زي بتاخد اللعيبة يليق إنهم بلعبوا في الدورة الأولمبية وبالتالي رقم واحد على الاتحاد يعني مبارح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قعد مع الأستاذ جمال علام والنائب أحمد دياب ومسؤول الشركة المتحدة وجهاز المنتخب الأولمبي علشان يتشاف ألية لمسندة المنتخب الأولمبي أول قرار لازم يكون متفق عليه عناصر المنتخب الأولمبي في السن الأولمبي بين كل الأندية إلزام تروح منتخبه بعد كده نتكلم في التلاتة الزيادة الكبار وإزاي يكونوا بعدالة بين الأندية لأنك مش هيبقى ظلم البرامنز إن أنت تروح تاخد تلاتة فوق السن الأولمبي من بيرامنز أو من الزمالك أو من الأهل لأن أنت أنت قلت إن الأولمبيات مش مهمة بدليل إن أنت موقف تلهاش الدوري أنت مكمل في الدوري فبالتالي أصبح فيه تعارض بين حقوق الأندية في استبقاء لعبيها وحق المنتخب الأولمبي باشموندس في اختيار لعبته يعني هي طبعا خلي بالك عشان نبقى فيه عدالة أو فيه موضوعية في الطرح الموضوع كل طرف عنده أسباب مهمة جدا يعني مدير الفريق المنتخب الأولمبي هو شايف إنه تأهل لدارة أولمبية وعايز يروح بأفضل حال لكن ما أنت معرفتش تاخد لعيب واحد من المحترفين في الخارج اللي هم فضيين وعندهم يا راحة يا إعداد أيوة يعني ما عندهمش التزامات يعني خلي مجهودك الأكبر إنك تحاول تاخده من بره ده يحللك مشاكل كتير جدا هو خطب كل الأندية ما سيبك من الخطبات دي عايزة رحلات واتصالات وعايزة كلام يعني مجهود عايزة مجهود موضوعي يعني ويقولولهم ظرفنا إحنا لسه بنلعب مباريات رسمية مش قادرين ناخد اللعيبة من الأندية هاي هنروح نلعب نقصين يعني وفعدين أنت لما تاخد المحترفين من الخارج بتاخد نوعية تشيل معاك ويوب وقضوة وقيادات وتمام التمام هتبقى بس مركز حراس المرمى اللي محتاج دعم ده برضو عايز الله منعارف تتحل إزاي المشكلة دي يعني لأن النادي اللي قالي كده هيروح منه جولين ويلعب بجولين وإذا حصل حاجة لقدر الله يبقى في مشكلة عندك مشكلة فأنا مش عارف يعني يعني أنا مش قادر أقولك أن أنا أكون في موقع ما كان حد من المسؤولين دول يعني مش فق على أي مسؤول سواء في الأندية أو المسؤول الرسمي عن الرياضة في مصر أو المتخب الإلومبي وهو يعني يجد يبحث عن حلول في هذا الأمر مش عارف قبل كده خلي بالك أن راحت يعني الكابتن محمد صلاح أظن راح الصلاح شارك وأبو تريكا شارك وأحمد فتح شارك يعني ما الشارك هو زي في مواعيد مختلفة كان الدور بتاعك بيخلص بدر عن كده كان بيخلص عن كده يعني امتداد الدور دي مسألة صعبة جدا كارسية كارسية على اللعيب يعني إحنا شايفين الإصابات عاملة زي إصابات أحيانا بدون مبرر يعني في تمرينة